موسيقى أهلا بكم بمرايا الحرم المكي وبدرجة أخرى الحرم المدني شكل دوما مصدر إغراء وجاذبية وممكن مغنطيس لبعض المجانين من تجار الموت ونقلت التطرف الديني أنه يتلصقوا فيهم وبكنفهم بأي شيء يلفت الأنظار وطبع أنهم يعتدوا عليهم على هذين الحرمين عندهم رغبة عارمة للتحكك بعراسات الأرض الحرام ولهم أعني المتطرفين والغلاة عبر التاريخ سجل أسود بخصوص اعتدائهم على حرمات الحرمين مثل الذي عمله القرمطي في الكعبة والحرم والحجاج وهي فضيحة خالدة بالتاريخ قبل أيام كشفت السلطات الأمنية السعودية النقاب عن خلية مصرية إرهابية يعمل أفرادها في فنادق بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة هذه الخلية المجرمة طبعا كانت تخطط لأعمال إرهابية منها اغتيال شخصيات مهمة من هذه الشخصيات وزير داخلية عربي حسب الخبر لم ينص على اسمه لكن للإنسان أن يتوقع ومسؤول سعودي رفيع وغيره من أصناف وأشكال الإرهاب التي كانت تخطط له هذه الخلية المصرية مش بس كذا كان لهم تعامل وتعاون مع شياطين آخرين من شياطين الإرهاب في مصر يعني لم يكتفوا بانتهاك حرومات الأرض الحرام بل وخططوا وتعاونوا من الأرض الحرام مع القتلة في مصر على الضفة الأخرى من البحر الأحمر هذا الخبر ذكرني بقصة علاقة الإرهابيين بالحرمين وبالذات حرم مكة وقلت فرصة نقلب النظر مع بعض في هذا الملف الأسود للعظة والعبرة طبعا أشهر حادثة في العصر الحديث هي اعتداء مجموعة جهيمان الشهيرة للحرم المكي مطلع الألفية الهجرية طبعا وهذا التاريخ كان متعمد أنه ألفية جديدة بالهجر طبعا وهي بالميلادي 1979 في هوس مهدوي جهادي قاتل لكن ليست هذه هي الحادثة الوحيدة وإن كانت هي الأشهر فنحن نعلم من خلال مذكرات زعماء الأخوان المسلمين في مصر وغير مصر أنهم كانوا يستغلون موسم الحج لعقد مؤتمر خاص لهم ومن خلال هذا المؤتمر تنسج المؤامرات وتعطى تعليمات وغيرها وعندنا الرمز الأخواني الشهير زينب الغزالي أو الحق زينب الغزالي مثل ما يسمونها وقصتها مرصودة ومعلومة في التنسيق لتنظيم سيد قطب الإرهابي المشهور بتنظيم 65 وستين وكانت المرأة هذه تستغل زيارات الحج والعمرة لترتيب الدعم لهذا التشكيل المسلح في العصر الأقرب الحوادث كثيرة مثل خلية شقة الخالدية في مكة بجانب الحرم المكي قبل عدة سنوات وحيجي الكلام عليها بعد شوي هنا في أكتوبر 2011 تمت محاكمة من وصف بأنه أكاديمي من أتباع القاعدة ومن ضمن التهم الموجه له أنه دعا للاعتصام في الحرم المكي يونيو 2017 أحبطت قوات الأمن محاولة استهداف ساحات الحرم المكي كما فجر إرهابي نفسه عند أحد الفنادق بمكة بعد محاصرته من قبل رجال الأمن محاولات هؤلاء الأبالسة لانتهاك حرمة الحرم واستغلال موسم العبادات والحج لتنسيق أعمالهم لم تنتهي ولن لكن خابوا وخاب المسعى وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وآخرهم عصابة الأخوان والقاعدة الإخوانية بجوار البيت العتيق السجن مدة تتراوح بين الأربعين عاما والخمسة والأربعين عاما هي أقصى عقوبة طالب الإدعاء العام السعودي بتطبيقها على مصريين اثنين متهمين بارتكاب جرائم إرهابية بما يعرف بقضية فندق جدة وهم الأول من مواليد العام اثنين وثمانين يعمل بفندق في مكة المكرمة وجهت إليه تعم عدة أهمها تأييده تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان السفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة أما المتهم الآخر فهو من مواليد العام ثمانين ويعمل مديرا بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق في مكة المكرمة وقد وجهت إليه تهم أبرسها تأييده تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان التدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد ليس فقط البيت الحرام بمكة لأنه وصل أذى وإجرام ورثت عسامة بن لادن وأيمن الظواهري بغدادي والزرقاوي وصل عذاهم إلى باحات المسجد النبوي في المدينة نتذكر لا حصانة لمقدس لدى الإرهابيين المكان المدينة المنورة على مرمى حجر من المسجد النبوي ثاني البقاع المقدسة للمسلمين والموعد آذان المغرب أثناء تناول رجال الأمن لوجبة الإفطار انتحاري اقترب من مجموعة من أفراد قوات الطوارئ أثناء تناولهم طعام الإفطار تظاهر برغبته في تناول الطعام معهم قبل أن يفجر نفسه فيقتل غدرا من يقتل ويصيب آخرين هذا التفجير وقع في موقف سيارات تابعا لقوات الطوارئ على بعد نحو 200 متر من الحرم النبوي وغير بعيد عن المقر الرئيس للمحكمة الشرعية في المدينة هجوم جاء صداه قويا جدا لدرجة ظن المصلون في الحرم النبوي أنه المدفع معلنا للعيد قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا فوريا ومنعت أي تدافع كان من الممكن أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه هكذا وباسم الدين يتم توقير الحرمات ومسجد طيبة طيبة عند هؤلاء مسجد طيبة طيبة حيث نسجت قصة الإسلام الكبرى وحيث مثوى النبي الكريم وصاحبين لا حدود لما يمكن تخيله مع أفراخ الشيطان مثل قصة شقة الخلدية أولى هذه العملية الحقيقية جاءت عندما تم اكتشاف منزل سري للقاعدة في حي الخالدية بمكة المكرمة كانت نوافده قد تم تعتيمها بالسواد مما نبه أحد الجيران للاتصال بالأجهزة الأمنية التي قررت تطويق المكان واقتحامه قابلت ثلاثة من الأحداث أحدهم لم يبلغ الرابع عشر ما الذي جاء بكم قال أبلغنا أننا قادمون أو آتون إلى مكة المكرمة لحضور دورة قرآنية لمدة أسبوع من خلال تضليل على أولياء الأمور وعلى هؤلاء الأشخاص أنهم ذاهبون إلى مكة في دورة قرآنية ثم تتحول إلى دورة إرهابية وطبعا من ينسى؟ من ينسى الهاتك الأشهر لحرمة الحرم؟ هجمات عدة استهدفت الحرم المكية في التاريخ الحديث ربما أقدمها كانت عام 79 من القرن الماضي وقتها استولى أكثر من 200 مسلح متطرف على الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني الذي ادعى أنه المهدي المنتظر تسبب الهجوم بوقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال الأمن في باحة الحرم فاضطرت قوات الأمن السعودية لتنفيذ عملية اقتحام ضد المهاجمين بعد صدور فتوى بجواز ذلك طبعا مشهورة اللي حكينا عنها قبل شوية اللي هو جماعة جهيمان وقصتهم مع الحرم بالعودة للخبر الأول عن الخلية المصرية الإرهابية احنا قلنا خلية مصرية إرهابية وين في مكة والآن قبل شوية نتكلم عن جماعة جهيمان وين أيضا في مكة أحد شهود وأبناء المرحلة هذه يخبرنا عن دور جماعة مصرية إرهابية مع جماعة جهيمان قبل حوالي أربعة عقود معاهم واحد ثاني فصل من المجموعة ليش؟ لأنه كان على كلام جهيمان الرواية هذه يحكيها ليه جهيمان لأن كان هذا الشخص يريد أصلا أسس الجماعة ودخلوا إياها كله عشان يجدمهم الجماعة في الأخوة المسلمين تعاون قديم إذن بين القتلى ومهاويس الخلافة ومالخلافة في مصر ومن يعينهم هنا في مكة أو في المدينة أو في الأرض السعودية كلها تعاون على الإثم والعدوان طبعا هو أصلا قتل الإنسان بمجرده أعظم حرمة عند الله من أي حرمة أخرى مهما بلغت لكن هنا نتساءل مع بعض إذا كانت هذه الحرمة المنصوص عليها والمجمع عليها أقصد حرمة مكة والمدينة والحرمين عند كل المسلمين تنتهك بهذه البساطة ماذا يبقى بعدها من حرمات؟ فألا شاهد الوجوه قال أمير الشعراء أحمد شوقي عمن أفسد في الحرم المكي في غابر الأيام قال ضج الحجاز وضج البيت والحرم واستصرخت ربها في مكة الأمم محمد روعت في القبر أعظمه وبات مستأمنا في قومه الصنم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر